ونحن عند مقدساتنا وديننا لن نبخل بشيء ولن نتردد في اتخاذ القرار وليكن الثمن ما يكون وكما علمتنا أمهاتنا وإن برض عنا وإحنا أطفال اللي بينزل من السماء تلقى الأرض هل عرفت إسرائيل مكان السنوار وهل تستطيع أوروبا تكوين جيش موحد وما هو موقف زيلينيسكي أمام البرلمان الأوكراني هناك أسئلة عديدة وأسئلة مهمة وأخبار أخرى من المغرب وهل تستطيع المغرب توطين وتصدير الأسلحة كل هذه الأسئلة وأكثر سنجيب عليها في هذا الفيديو أولا نبدأ تحياتي لكم والسلام عليكم أحد الصحف العبرية تدعي أن إسرائيل تعرف مكان السنوار بدقة وهناك أسباب لعدم استهدافه على حسب قوله قالت صحيفة إسرائيل هوم العبرية في تقرير نشر اليوم أن مكان زعيم حزب حماس في قطاع غزة يحيى السنوار معروف بالنسبة لإسرائيل بشكل دقيق مشيرة بذات الوقت أنها لا تستطيع استهدافه يعني لو عادي تقول لرفع الراحة المعنوية لو عادي تقول لهم مليئوا الحزاء بتاعه لكن ملويش للفردة التانية يعني قل اللي أنت عايزه تصدق أو لا تصدق أنت برحتك ده الحرية ليك وإحنا بنسكه القبر يعني ويقول لك إسرائيل تعرف مكان السنوار بدقة وموانع استهداف السنوار يقول لك تكمن كونه محاط بعدد كبير من الرهائن الإسرائيليين الأحياء وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياو في مقابلة أجراء مع شبكة فوكس أن قادة حماس هو من بينهم يحي السنوار ما زالوا في مدينة غزة في أنفاق تحتها مضيف أنه هناك سوف نصل إليهم على حد قوله وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية في ديسمبر الماضي أنه واسق من أن أيام زعيم المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة باتت معدودة وبرضي كلام للإسرائيل أو لمخاطبة الداخل ويعني وملف الرهائن من الملفات الشائكة إذا كانوا ما يدروش يحرروا واحد من الرهائن هيقدروا يوصلوا للسنوار ده سؤال يعني منطقة إيه أجابة للكلام طب كانوا حرروا واحد من الرهائن لو هم عارفين مكان السنوار كانوا حرروا الرهائن وكانوا يعني كان يبقى صفقة ويتنتهي الحرب وهم كان أهدفهم تحرير الرهائن والقضاء على حماس لا تحرروا الرهائن ولا قضوا على حماس يبقى إذن الكلام ده للاستهلاك المحلي إحنا بنذكر الأخبار وبنحللها مجرد تساؤل إذا عرفوا المكان لماذا لم يحرروا الأسرة ده سؤال منطقي ممثل الأمن القومي في البرلمان الأوكراني بيقول لك زلينيسكي على زلينيسكي أن يفهم أنه مات سياسية كلام ده آله سكرتير لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات العقيد في جهاز الأمن الأوكراني رومان كريستينيكو اليوم معلقا على مشروع القانون الجديد بشأن التعبئة وقال لك أن الرئيس الأوكراني فيلاديمير زلينيسكي مات بالفعل سياسيا وقال في مقابلة مع راديو اسم صوت جديد أعتقد أن زلينيسكي يجب أن يفهم بنفسه أنه لم يصبح رئيسا مرة أخرى وأن هذه فترة ولاية واحدة فقط لديه الآن ده زعيم البرلمان الأوكراني جماعة مش حد وقالها وعليها أن يفهم أنه مات بالفعل من الناحية السياسية وتابع كوستينيكو وقال لك لا يجوز له أي زلينيسكي اتخاذ قرارات تمنحه الفرصة لعادة انتخابه يعني البرلمان الأوكراني يقف ضده في الانتخابات المقبلة والتي ستدعم تصنيفه بل عليه اتخاذ القرارات التي تعطي الفرصة للحفاظ على هذه الدولة وصلح سكرتير لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القوم والدفاع أن معلقا على القانون الجديد بشأن التعباة أن الرئيس الأوكراني مش من حقه يعمل تعباة ولا يجوز له اتخاذ قرارات بالتعباة وعشاء من هذا القبيل وقال في مؤتمر صحفي أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ده زلينيسكي قال لك هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة زلينيسكي بيقول كده الأوكرانيات تصلت به بطلب لتعباة 450 إلى 500 ألف شخص وطلع فاليل الزالوجيني قال لك الكلام ده غير صحيح ومحدش اتصل به وفي نهاية ديسمبر الماضي قدمت حكومة أوكرانيا مشروع القانون بشأن التعباة إلى البرلمان على وجه القصوص والبرلمان مش عارف استجاب ولا لا والمشروع يلغي الغاء الخدمة العسكرية وتأجيل التعباة للمعوقين من المجموعة السلسة والغاء المكلفين بالخدمة العسكرية بالتسجيل في مكتب يعني قوانين داخلية خاصة بالتعباة ولم تنفذ حتى الآن انتوا عارفين بيأخذوا الناس من الشارع بيحاولوا إدخلهم في الجيش والناس مش مقتنعين بالحرب لأن الحرب اللي يبقى عنده دافع هو بيدافع عن وطنه لكن هو ما بيدافعش عن وطنه بيدافع عن حرف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوكرانيا أصلا مش أعداء ولكن يعني دين واحد وكنيسة واحدة وحتى بوتين ما بيدربش المدنيين لكن بيدرب مواقع عسكرية فقط لو يدرب المدنيين كان خلص الحرب دي في أقل من شهر طيب أوروبا يعني خايفة من نجاح ترامب وبتفكر في تكوين جيش موحد لأن ترامب في ولايته السابقة قالك أن أوروبا أصبحت عبء على الولايات المتحدة الأمريكية لذلك دعا وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تايني الاتحاد الأوروبي لتشكيل جيش أوروبي موحد تؤقل له مهام الحفاظ على السلام ومنع النزاعات في أوروبا يعني دفع عن أوروبا بدل الجيش الأمريكي وقال تايني في حديث أن الأولوية بالنسبة لحزبه فوز إيطاليا حزب اسمه فوز إيطاليا هي التعاون الأوروبي الأوسق في مجال الدفاع مشددا تشكيل الجيش يجب أن يجعل الاتحاد الأوروبي جاهزا للحفاظ على السلام والمتابعة والردع وكذلك توحيد الجهود بشكل سريع وواضح وأنفاق الأموال بشكل أفضل بحسب قوله لكن انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاقالوفا الدعوة الإيطالية وضعت الاتحاد الأوروبي إلى البدء بتطوير لقاح كوفيد أولا أو تعلم كيفية حراسة حدوده ثانيا كما يجب قبل إنشاء جيش خاص مشيرا للتحدي الليجستي المتمثل في تأمين الطاقة يعني بتقول لهم أمنوا الطاقة الأول اللي هي الغاز والحاجات دي وبعد يفكروا في الجيش بتقصف جابة أماريا زاقالوفا وفي حديث قال خبير الشهول الأوروبي محمد رجاي برقات نوع من الصعب على دول الاتحاد الأوروبي تشكيل جيش موحد وأوروبا تعتمد في أمنها حاليا على حلف شمال الأطلسي الممول بنسبة تقترب من سبعين في المية من الولايات المتحدة وعلى رغم من مطالبات واشنطن برفع التمويل الأوروبي للناتو إلى اثنين في المية من الناتج المحل للدول العضائي لأن عدد قليل جدا من هذه الدول تمكن من الوصول هذه النسبة يعني الولايات المتحدة بتأخذ اثنين في المية من الناتج المحل لكل دولة وده نظير حمايتها يعني لكن هل تستطيع حمايتها دسوة؟ هل تستطيع حمايتها إذا قامت حرب بين أوروبا وروسيا؟ يعني أنتم شايفين ما يديرتش تحمي أوكرانيا فلذلك حصل هواجس للاتحاد الأوروبي ويقول لك إحنا عايزين نعمل جيش موحد بعيد عن حلف الناتو الذي تقوده أمريكا وهناك محاولات عديدة سابقة لتشكيل قوة أوروبية عسكرية موحدة لكن بقت بتفشل لأسباب متعددة منها سياسية واخرى تتعلق بالتمويل وقد تم موقعا أيضا الاتفاق على زيادة التعاون في التمويل بين دول الاتحاد في مجال الأبحاث والتصنيع العسكري إلا أنه لا يزال من الصعب تشكيل جيش أوروبي موحد لأسباب فنية أيضا نظر لأن معظم دول الاتحاد الأوروبي تستخدم أنظمة دفاعية مختلفة عن بعضها وسيكون توحيد هذه الأنظمة أمرا صعبا وهذه أول مرة تطرح فيها إيطاليا بشكل مباشر فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد بعدها انسحبت من علاقتها مع الصين عندما اكتشفت أنه لا يوجد تكافأ في الميزان التجاري وبعدها استشعرت بريطانيا منذ خرجها من الاتحاد الأوروبي لكن أحد الأسباب المباشرة لهذه الدعوة هي الحربة الروسية الأوكرانية قال لك ربما روسيا تيجب علينا بعدين نعمل جيش موحد ورأت بريطانيا أن مصلحتها انتمني علاقتها مع روسيا تحت سطار الجيش الأوروبي بمعادل عن واشنطن الذي لم تعد مفهومة بالنسبة لأوروبا يعني هقولك هل تستطيع حمايتنا من روسيا ولا لا طبعا نعمل اتفاقيات مع روسيا بعيدا عن واشنطن يعني أوروبا عادت تخرج من عبائة واشنطن وإيطاليا تحاول أن تجاري فرنسا لأنها تعتقد أيضا أن ألمانيا تسعى لخلق مجال جيوسياسي لها منعادل عن فرنسا كما أنها منزعجة من حراق بريطانيا معتبرا أن الأوروبا قضية الدعوة لجيش أوروبا موحد يعود إلى تفجير العلاقات العبر أطلسية منذ زمن بعيد وخاصة بعد أن أجد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن أوروبا زي ما قلت لكم باتت عبئا على أمريكا فيما تتخوف إيطاليا الآن من عودة ترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض وتوسيع الاتحاد الأوروبي بانضمام الدول التي كانت في فرق الاتحاد السوفيتي سابقا خلق التباسا وستجد إيطاليا السعوبة في بلوارد جيش أوروبي موحد في ظل التعددية العائلة من العراق والشعوب مشيرا لأن الدول الأوروبية غير متمسكة على الرغم من قوتها ولا تملك وحدة القرار يعني حلف الناتو مسيطر على أوروبا وهو ما سيؤثر سلبا بالضرورة على الطموحات الأوروبية ببناء جيش موحد يعني في الآخر صعب جدا أن تبني أوروبا جيش موحدان نهاية التحليل في الفيديو القادم هنتكلم عن يعني يسعى المغرب لتوطين الأسلحة وتصديرها والميزانية المغرب والأسلحة المغربية وهل تستطيع المغرب توطين الأسلحة استراتيجية المملكة بدأت قبل سنوات رفع المغرب من جديد ميزانية الدفاع والخبراء قال لك أني يعني ممكن توطن بعض الأسلحة وممكن تصل كمان للتصدير هنقول لكم التقرير مفصل عن ما يحدث في المغرب في الفيديو القادم إن شاء الله تحياتي لكم وحدثكم ضريف على ذيب تحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر